قبرنا الثاني منطقة رحية ومشكلة الإطارات اليوم وزير التجارة الدكتور يوسف العلي مع مدير عامل هيئة العامل صناعة بالتكريف للساد عبد الكريم تقي زاروا المنطقة مع الناس المختصين واشرحوا لهم الطريقة الخاصة في إزالة الإطارات التالفة وتنظيف المنطقة وأن هناك تصريح للوزير بأنه قريبا جدا رح ننتهي من مشكلة رحية شوفوا التقرير اليوم هنا في موقع رحية المعروف لديكم كلكم بأسوأ الذكريات بحرائق رحية وحرائق التقاير اليوم إن شاء الله هذه بداية النهاية بداية مشروع معالجة إشكالية الإطارات التالفة بشكل كامل سواء في الكويت سواء في الماضي أو في الحاضر والمستقبل إن شاء الله هذه الخطة مبنية على خطوط متوازية تقوم ابتداء على المعالجة الحالية التي أنتم شايفينها أمامكم في رحية تقطيع هذه الإطارات بالكامل وترحيلها مقطعة إلى منطقة تخزين في السالمي تدخل بعدها مباشرة إن شاء الله في المرحلة الجاية إلى مصانع تدوير الإطارات التي ستنشى في منطقة إعادة تدوير في السالمي حقيقة هي المسألة ماية بيوم وليلة كانت مبنية على مرئيات تم طرحها من قبل معالي وزير تجار الصناعة الدكتور يوسف العلي على مجلس الوزارة الموقع بخصوص تبني فكرة كيفية التخلص من مشكلة عانتها البلد مدة 17 سنة والتي هي إطارة ترحية والتي نسميها المقبرة ترحية كانت مبنية على أسس إدارية بسيطة جداً إحنا شلون نتخلص من هذه المشكلة ولا نخلق مشكلة ثانية يعني ما نريد نخلص البلد من مشكلة إطارات ونروح نسوي لنا مقبرة ثانية اسمها مقبرة إطارات ثانية حتى لو كانت مخطاعة فالفكرة ببساطتها كانت مبنية على أساس أننا إن أهل شركات متقدمة حق الهيئة العامة للصناعة أو مبادرات بوجود عندهم تكنولوجيا عالية تقنية عالية هم يقولون لنا يعطونا تصور شلون بإمكانهم يتخلصون من هذه المادة يقطعونها ويحاولونها إلى مادة مفيدة حق البلد وبالفعل تم مقابلة أصل اثناء الشركة عندنا وغيناهم القواعد والالتزامات اللي عليهم وشفنا إمكانياتهم ودرسنا عروضهم المقدمة وغينا من بين هذه الشركات هناك في شركتين عندها الاستعداد الكامل أنها تتخلص من هذه المشكلة فيه خلال ستة شهر من تقطيع إلى نقل موقع سالمي المخصص حق موضوع نقل الإطارات المقطعة ومنها بدء عملية تصنيع هذه المادة المقطعة وطلعها مادة منتجة أكثر من مادة البي اي تي بي تي إي إلى بلاط متداخل مادة أسفلتية تنفيذ الشوارع هذا المبدأ الإداري هذه الرؤية اللي تبناها معالي الوزير حقيقة بدأت باكورتها تبين اليوم بدأت نتائجها تبين اليوم اليوم التشغيل الفعلي الحمد لله أصعب حفرة عندنا خلصت في يومين ونص وهي عبارة عن ما يقارب 150 ألف إطار في يومين ونص هذا معدل كان حقيقة غير متوقع حتى في الخطة اللي انحطت ما كانت متوقعة بهالشكل وفي أصعب الضغوف ترجمة نانسي قنقر